اهلا اهلا اليوم الثاني بسلسلة شرح رسم العيون وبتكون ثاني رسمة معانا اليوم اذا انت حاب تتعلم وتتقل رسم العيون فانت جيت للمقطع الصح ويلا نبدأ طيب دايما برسم العيون لازم نلاحظ اشياء معينة راح اشرح لكم ايها بالتفاصيل بشرح اليوم اول شي دايما نشوف في بداية العين ونهاية العين هلو مع نفس الوزنية ولا مو نفس الوزنية عشان تكون عندنا المقاسات مضبوطة لاتجاهات العين وزوائل العين طيب الان خططت عينها تقريبا عينها ونظرتها بشكل مايل فخططنا العين من فوق والعين من تحت اخذناها بارتفاع خفيف وبعدين تقويسة العين سوات عدسة العين وسوات عندي قسط الجفن من فوق وراح نسوي كمان خط للعين بيكون من تحت طيب طيب بعدها يصير راح نشتغل على طريقة رسم الحاجب اول شي انا اخطط الحاجب بشكل خفيف واشتغل على التفاصيل ووقت التضليل طيب الان اجي الخطة العين من فوق مكان منبة الريمش احدده بشكل غامل خط كامل وبعدين احدد العدسة بحيث انه هذي بتكون عندي المناطق اللي اغمق شي اسوي كسرة العين من فوق ومن تحت تحديد بسيط لانه بعدها راح ندمج بطريقة خفيفة طيب الان طريقة الدمج معاي بتكون بالمنديل امسح بشكل كامل على محيط العين ومن العين من جهو عشان يعطيني الطبقة الاولى للعين طيب فهنا عندي بشرتها تقريبا جيتني الطبقة واحدة فيها اماكن معينة تضلل عشان كده اعتمدت اليوم اني اضلل العين بشكل كامل طيب الان ارجع احدد الاماكن ان كانت معاي غامقة من ابداية احددها من جديد طيب العدسة اول شي بتكون معاي بشكل كامل اسود ما فيها تفاصيل عين البنت هنا يدوب لمعة خفيفة جيتني بزوية العين من دحت وراح نشرح بعدين طريقة اللمعة وكيف سوناها بكل بساطة طيب بعد ما حددتها وضللتها ارجع ادمجها بشكل كامل بالمدعكة وبعدين اخر من البودرة حقت العدسة واشتغل فيها على تفاصيل العين راح اضلت جفن من فوق وراح اشتغل على التضليل اي مكان عندي بيكون فيه زي محيط لمعة ناعمة وتضليل ناعم راح اشتغل عليه بالفرشة لانه زي ما قلنا الفرشة دائما تعطينا تضليل نظيف وناعم حرفيا الناس يتحب الرسم الناعم فالفرشة تنفع لكم مرة تنفع لكم تضليلها يفوز طيب الان اكرر تضليل على العدسة مرة ثانية لانه كل ما دمشنا يخف حدة العين الان ادمج العدسة من جوه بالمدعكة وبعدين استعين بالفحم اللي من عدسة العين اللي صار معي جوه بالمدعكة اسوى فيه الاماكم تكون عندي رامق بحيث ما يكون تأثيرها بقلم حاد ومباشر لا انا بغاها يكون بشكل ضل نبغى رسمة اليون كل ابوها تحتمت على التضليل يعني ضل الانور ما نبغى خطوط اساسية واقعية لا انا بغا شيء بطل وحلو ومضيفة طيب رجعت دمشت بالمنديل وقيت لكم منديل مرة يفوز فعليا مرة مرة يفوز وبعدها اكرر الطبقات نشتغل على طبقة طبقة اللي اني عرفتو على حبة حبة ما ناخذها مرة واحدة لا طبقات لما نشتغل على الطبقات يعني على نظام الطبقات راح يعطينا تضليل ناعم يعطينا رسمة واقعية اكثر طيب حددت المدمع العين وبعدين رجعت اضلل من جديد في الفرشة لانه تضليلها بيعطيني درجة انعم فعني حتى وقعت الطبقة حادة راح تخليها ناعمة اكثر يعني حتى وقعت معاي درجة غامقة شوي طيب الان راح نشتغل على الموش طيب فيكون عندنا دائما ننتبه انه القلم يكون مبرسين طيب بدموش البنت نازل على تحت تكون نظرتها مو مرة يعني مرفوعة على فوق لا كده مايلة ونازل على تحت شوي فبتكون عندي الرمش نازل على تحت ومراح تكون طرفها من ابداية واضح معاي بسيئة من تحت نفس ما اتفاقنا تكون مفرقة مرة على اليمين ومرة على اليسار ومرة على النص ما تكون كلبوها بنفس الاتجاه الان نبدأ نشتغل على تفاصيل الحاجب طيب الحاجب دائما تكون اول كم شعرات تكون نوقفها على فوق وبعدين الباقي تبدأ تميل ونفس ما انا اسألوا الاتجاهات مرة يعني احاولوا تكرنوا الاتجاهات معاي على نفس طريقة انا رسمي لها راح بطلع لكم طريقة مرة حيب طيب هذه بتكون عندنا الطبقة الاولى عشان تعطيني انه في درجة غامقة بعدين انجح اكرر نفس الشعر ونفس التفاصيل يعني بدون ما اختلف التفاصيل لا نفس التفاصيل بس اكرر عشان تكون عندي شعرات لونها فاتح وشعرات لونها غامق ويعطيني طبيعة الشعر الحاجب نفسها نفس ما انتوا شايفين بالصورة في فراغات خفيفة في طبقات حلوة فانا احاول اطبق نفس الفكرة بدون يعني ما اطلع شي خارجة للصورة الاساسية عشان نصل للواقعية المطلوبة طيب مساحة مونو سيرو الان اسوي فيها فراغات للحاجب عشان تعطيني واقعية اكثر وانه الشعرات مضايرة اسفل الحاجب بشوية بتكون عندنا شعرات مرة خفيفة وبسيطة ومتكون معانا وابحة بزيادة اسوي لها برضو نفس الشي شعرات يعني عرفتوا الشعرات اللي تنبت صغيرة هي كده اسويها بشكل مباثر وما تكون بشكل يعني كأنها على مصدرة لا تكون مباثر بطريقة حلوة الان يجي دور لمحة الجلد راح نسوي لمحة فوق العدسة بطا وفوق كسرة الجفن ومتمع العين وبعدها بعد نسبة للعين نفس الفكرة راح نسوي لمحة بسيطة بكذا يكون تقريبا خلصنا شرح رسم العين بكل سهولة طبقوا معايا وارسوا الى استجرام راح يطلع لكم حسابي استجرام الان شايروا المقطع لأي احد مهتمة يعلم رسم واقعي اشتركوا في القناة